موسيقى مشاهدين اهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك حلقتنا النهاردة بعنوان اسئلة شائعة حول الضغط المرتفع اللي اصبح يمكن مرض العصر واللي كتير من الناس بيعانوا منه لكن دايما ننوه عليه ونقوله ان اهم حاجة السيطرة على المرض هو الاكتشاف المبكر له وطبعا اتباع تعليمات الى طباء النهاردة حلقتنا نهاردة هتكون عن اسئلة كتير جدا اتبعتت لنا من خلال الصفحة على الفيسبوك برنامج صحتك بالعربي واللي قدرنا نحصرها ونجمعها عشان نجاوبها مع حضراتكم النهاردة مع ضيف حلقتنا استاذ دكتور امير شوقي استاذ امراض القلب معهد القلب القومي دكتوراه واستشاري امراض القلب والاوعية الدموية وعضو جمعية الاوروبية والامريكية لامراض القلب فاصل وصير نرجع لكم حالا مع ضيفنا خليكم معنا استاذ دكتور امير شوقي استاذ امراض القلب بمعهد القلب القومي دكتوراه واستشاري امراض القلب والاوعية الدموية عضو الجمعية الاوروبية لامراض القلب عضو جمعية القلب الامريكية عضو الجمعية الامريكية للموجات فوق الصوتية على القلب زميل الجمعية الملكية البريطانية لامراض البطنة عنوان العيادة 26 شارع شبرى بجوار سينما دولي ومكتب المحبة تليفونات العيادة 0-2-27-73-66-02 0-122-21-55-907 0-11-25-8066 من خلال جهاز الموجات فوق الصوتية على القلب اللي هو الايكو دوبلا الجهاز ده بيوضح بصورة تفصيلية كفاءة عضلة القلب في اجزاء القلب المختلفة بشوف من خلاله صمامات القلب وجود اي امراض في الصمامات سواء مثلا ديء في الصمام او ارتجاع بشوف من خلاله وجود اي ارتشاح حوالين القلب اي التهابات في الغشاء المحيط بعضلة القلب ممكن طبعا اشوف قصور شرايين تجاية بطريقة غير مباشرة لو لقينا جزء من اجزاء العضلة مش بينقابل بالكفاءة اللازمة او الكفاءة الطبيعية بعرف ان الشريان اللي بيغزي الجزء ده فيه قصور اذا احنا هنا مش بنشوف الشرايين بصورة مباشرة لكن بنشوف كفاءة العضلة اللي بتعدي انعكاس لحالة الشرايين لكن طبعا سمامات القلب بتبان هنا بصورة تفصيلية ومفصلة وعدلة القلب بتبان بصورة برضو واضحة وده قيمة جهاز الايكو اللي هو يعتبر جهاز قايم جدا فيه تقييم كفاءة عضلة القلب بنقدر من خلال رسم القلب نتعرف على حاجات مهمة جدا عدد نبضات القلب ونوعها وانتظامها ولو فيه اي اختلال في نبض القلب لو فيه اي قصور في الشرايين لو فيه اي تضخم في عضلة القلب لو فيه اي امراض مرتبطة بحاجات كتيرة جدا في كهربة القلب طبعا رسم القلب ده هو الجهاز البيزيك المبدائي اللي هو موجود في تقريبا اغلب الاماكن وطبعا حاجة يعني مهمة جدا ان احنا نعملها في بداية الكشف ده كده رسم القلب كامل طبعا من خلال رسم القلب بنقدر طبعا نقيم عدد ضربات القلب وجود اي اختلال في نبضات القلب المسافة بين كل نبضة والتانية وتعمل بصورة منتظمة وجود اي مشاكل في عضلة القلب في امراض تدخم في عضلة القلب نقدر نعرف برضو لو فيه قصور في الشرايين التاجية بصورة مبدئية طبعا رسم القلب مش هو الفحص النهائي او الاكيد لتشخيص امراض الشرايين لكن هو اعتبر فحص اولي ومبدئي في كل امراض الان مشاهدين اعلم بيكم معنا وحلقة جديدة من برنامج صحتك الحياة النهاردة من الحلقات المهمة جدا نتكلم فيها عن مرض الضغط او ارتفاع ضغط الدم بالاخص يمكن خصصنا الحلقة دي ان تكون اجابة لأسئلة كتير جدا عند كثير من الناس بتالي في بيوت كتير بيعانوا من هذا المرض او الاصابة بالضغط ممكن شبه حاجة تكون عرضية او ممكن تكون مرض مزمن وده اللي هنفهمه نعرفه اكتر النهاردة مع عضيف حلقتنا النهاردة ويشرفني في الستوديو استاذ دكتور امير شاوي استاذ امراض القلب بمعهد القلب القومي دكتوراه واستشاري امراض القلب والاوعية الدموية عضو الجامعية الاوروبية والامريكية لامراض القلب اهلا بحقائك مشرفني يا دكتور امير اهلا وسهلا اشكرا طبعا حلقة مهمة جدا موضوع مهم جدا عن القلب وزي يمكن ما قلت في المقدمة بتاعها دكتور امير فعلا حلقتنا دي معظمها اسئلة الناس وعايز نوهن الاسئلة دي احنا جايبينها فعلا من صفحتنا على الفيسبوك صحتك بالعربي او برنامج صحتك بالعربي الناس كتير حقيقة بيشتركوا معانا من خلال الصفحة ويسألينه اسئلة وعشان كده يمكن بنوظف حلقات معينة نجاوب على اسئلة دي مرض ضغط الدم منتشر جدا وحيك بتالي هتكلمنا بشكل اوسع عنه خليه ابتدي مع حاضرتك بتعريف ضغط الدم ام تقدر نقول ان عنده ضغط ولا لا هل في اياس هل في شكل اياس صحيح ويأهمية الاياس الصحيح تمام هو طبعا احنا في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن ارتفاع ضغط الدم وقلنا ان هو مرض يعني شائع جدا قلنا اكتر من تلت البلغين يعني حوالي 33% من الناس فوق سن الاربعين عندهم ضغط وقلنا ان ضغط الدم المرتفع هو السبب الرئيسي لامراض الشرعين التاجي امراض السكتات الدماغية امراض قصور الكلا فطبعا موضوع الضغط موضوع مهم جدا ان شاء الله في الحلقة دي نحاول نجاوب على كل الاستفسارات حضراتكم عن موضوع الضغط برضو زي ما قلنا قبل كده ضغط الدم ده مراحل ودرجات عندنا طبعا الضغط الطبيعي النورمال اللي هو 120-80 ممكن يرتفع يوصل مثلا للمرحلة مقب لارتفاع الضغط يوصل مثلا لغاية 140 او الضغط الدياستولي او المقام لغاية 90 فوق ال140-90 بنقول المريض ده مصاب بضغط الدم على شرط يكون الاياس مزبوط وده اللي هنقول يعني نجاوب عليه استفسار حضرتك ان انا عشان اشخص ارتفاع ضغط الدم لازم يكون التشكيز مزود لازم يكون الرقم اللي انا عرفته عن ارتفاع ضغط الدم ده رقم صحيح الاريات تمام ما يبقاش في الاريات كمان على مدار اوقات وده اللي بنشوفه بيجي مثلا مريضي ونرقص الضغط في مكان وفي المكان قالوا لي عالي ومكان اللي جانبه قالوا لي واطي واحد قال لي يروح اشرب كاركدية او اشرب حاجة توطي الضغط واحد قال لي يروح اخد حاجة حد عشان تعليه الضغط اذا التفاوت هنا في ايارات الضغط ده حاجة مهمة جدا مش عايزين برضه يعني يكون التشكيز مش مزبوط فعشان نقيس الضغط صح لازم طبعا فيه ظروف معينة لقياس الضغط المزبوط اول حاجة ظروف القياس نفسها المكان اللي انا بقيس فيه وضع المريض لازم يكون مريض طبعا مستلقي على ظهره في حالة هادئة مش شارب اهوة مش طالع لسه السلم مش عامل مجهود مش وكل مجرد امتلاق المسانة البولية ممكن يزود رقم الضغط حوالي عشرة عشرين درجة فدي حاجات مهمة قوي لازم يكون طبعا المستوى بتاع الجهاز اللي انا بقيس منه ومستوى الشريان اللي بقيس منه ومستوى القلب في لفل واحد تلاتة حاجات دول يكون حجم الكاف اللي بيتربض على الدراع حجمه مناسب اللي هو دايق قوي ولا هو واسع قوي يكون مغطي حوالي تلتين الدراع يكون طبعا الاراية اللي ما باخدها وتكون الاراية مثلا مش مزبوطة ممكن ندي خمس دقيقة كمان ونقيس الضغط مرة كمان يعني ناخد ارايتين تلاتة حتى لو انا في مرة استرعته عالي استنى مثلا اربع خمس دقيقة وايسه تاني ويكون برضو حضرتك كل الشروط لمستوفاء مجرد اي حاجة بسيطة يعني اي اختلال في هذه الشروط ممكن يدي اراية غلط يعني مثلا لو انا رابط الكاف بتاعت الجهاز رابطة جامدة ومحكمة ممكن تدي اراية اعلى ولانا رابطة حاجة لوز شوية تدي اراية قل فمهم جدا ان الضغط يتقاس في مناخ صحي وفي شروط مستوفاء حطينا طبعا خلاص اراية واثنين وثلاثة لقينا المريض ده مصاب بضغط الدم بنبتدي بقى نتعامل معايا على انه خلاص مريض بضغط الدم نمشي بقى خطوات بتاعتنا اول حاجة حدد الدرجة بتاعتها ترتفاع التغط هل هو درجة بري هايبرتنشن يعني هو ضغط المرحلة اللي ما قبل الضغط ولا هو المرحلة الاولى او المرحلة التانية حسب ارايات الضغط المتكررة انا بست برضو عايز ارجع لقصة الاراية الصحيحة او المياس الصحيح والحقيق اشرت ليها بشكل مهم جدا ان الموضوع الاراية ده هو اهم حاجة اهم بداية القصة عشان واحد ما يروحش في اتجاه ويكون اصلاح مش مظبوط يمكن حيك برضو قلت قصة وضع المريض ان هو يكون يمكن الجهاز محطوط في نفس وضع القلب في نفس مستوى القلب معظم الناس هم بيقيسوا الضغط بيكون هم قاعدين في الحالة دي لازم يكون رافع ولو قاعد حيكون الشرودي مستوفاء لانه قاعد حيبقى ثلاثة حاجات دولت ثلاثة حاجات دولت في ليفل واحد المشكلة هو هو واقف نايم النايم او قاعد يعني لو هو نايم برضو حيبقى نفس الشرودي مستوفاء لكن المشكلة ان هو بيخش مثلا مكان وهو واقف يقول له سمحت اسلي الضغط المستوى قلبه اعلى من مستوى دراعه واعلى من مستوى الجهاز في القرية بتبقى غلط وده اللي بنشوفه مثلا مريض بيجي مثلا بقرية غلط ضغط مرتفع مثلا بياخد دواب ليه هبط تعب لان الهو اساسا الضغط مكانش عالي من الاول خلينا اسأحيك اخر سؤال برضو عن موضوع قياس الضغط الصحيح عشان نشوف الوقت كتير من الناس والأغلبهم بيكونش برضو من خلفية طبية او كده يجيبوا الاجهزة الالكترونية والاجهزة الحديثة دي نسبة الارر فيها يا دكتور عميل قدي ممكن نقول ان هي اياستها مزبوطة ولا ممكن يكون بيزود عشرة او وهو طبعا الاجهزة دي يعني لحد ما برضو بتساعد المريض ان هو يعرف برضو الامور مش ازاي يعني يتابع هي اجهزة طبعا مش وحشة بس برضو على شرط ييس كذا مرة يعني بنقول المريض متقس مرة هكد مرة واثنين وثلاثة وخد الأفريج خد المتوسط وبردو لازم يكون هذه الشروط مستوفية ما ينفعش مثلا ايسه وانا برضو في وضع نفس الكلام اللي قلناه برضو فانا استوفي شروط الاياس ويكون برضو حضرتك الاريات متعدد عشان ااكد ان ده ضغط دم مرتفع ممكن السؤال برضو يكون يطرح ومهم جدا هل اي ارتفاع في ضغط الدم يعتبر مرضي؟ هو مجرد وجود ارتفاع في ضغط الدم ده مرض يعني لو تجاوزنا طبعا المراحل اللي هي طبعا ارقام اللي قلنا عليها وضغط مرتفع خلاص ده كده مرض ضغط الدم بس يمكن بقى السؤال المهم هل هو مستمر ولا ضغط حاجة عارضة وهتروح برضو عشان نبقى يعني عارفين ان ارتفاع ضغط الدم ده مرض مزمن يعني في اغلب الاحوال بيستمر في بعض الاحوال طبعا او بعض المواقف بيكون الضغط ده عارض يعني مثلا واحد خد مثلا عقارات معينة ادوية معينة رفعت له ضغطه واحد تونار عمال يخطو مسكنات واخد مثلا كورتزون الفترة دي كمان عشان موضوع الكوفيد فاستعمال الكورتزون زاد جدا اقراسه والحقن والحاجات دي فاغلب الناس دخطها فيها والحاجات طبعا المصاحبة للمرض الكوفيد بينزل الضغط ممكن ففيه ادوية بتعالي الضغط فيه اوضاع معينة مثلا زي قلة النوم ارهاق شديد توتر انفعلات ممكن يكون عارض واحد عنده مثلا مرض في الكلا مثلا تعالج عنده حصوة كانت معلية الضغط امراض الكلا زي ما قلنا قبل كده مسؤولة برضو عن اتفاع ضغط الدم فممكن يكون في موقف معينة الضغط ده مؤقت ولو كان مؤقت ده برضو لي لمت او لي يعني ممكن نقول متوسط ممكن يعني لغاية مثلا 140 150 160 ولا ملهاش حدود ممكن يعلى ممكن طبعا يوصل يعني قولنا مثلا السكند هو الضغط السنوي المسبب ليه بعض امراض مثلا في الكلا بيعلى الضغط ممكن يوصل 170 180 مجرد ما المرض بيتعالج الضغط بيرجع على طبيعته امراض الغدة الدرقية امراض حاجة صمومات القلب يعني فيه امراض معينة لما المريض بيتجاوز هذا المرض ممكن ضغط يكون مؤقت لكن برضو مش دائر مش دي الحاجة الشائعة فلبردو المريض لازم يتكيف موجود يعني ضغط ده يعني بعارف لان فيه ناس لحقيقة ما بتقبلش نفسيا حتى انه يعرف انه مريض بالضغط يعني لازم برضو الحكة دي شوية نتجاوزه ان انا اعرف ان انا ما اخد ارس للضغط واحمي نفسي من امراض كتيرة متعددة ممكن نتكلم عليها بعد كده ده حماية ليه يعني انا بقول للمريض انت دلوقتي زعلان انك هتاخد دواء للضغط طيب انا الدواء ده يعني هيحميني من حاجاته الاوي يعني احسن مزعل من ان يجيلي امراض تانية فهي الضغط حاجة بسيطة اوي بتتعالج بسهولة لكن للأسف مضعفاتها وحشة جدا يعني هنتكلم فيما بعد برضو عن مضعفات الضغط وازاي بيصيب اعضاء الجسم بصورة شوية شديدة فالرول بتاع الضغط انه مرض مزمن والإكسبشن انه يكون حاجة عرضة عندنا سؤال دكتر امير بيقول انا سيدة مريض الضغط عالي من سنة وعندي 30 سنة برضو هي يعني مرحلة عمرية ويمكن صغيرة عايزة اعرف ما هي اسباب الاصابة بالضغط المرتفع كيف اتعامل في حالة الضغط العالي هو زي ما قلنا قبل كده برضو ان 90% من الضغط هو البرامر هيبرتنش اللي هو معلوش سبب فيه نظرات كتيرة بتقوله عامل ورسية وعامل هرمونات والسوديوم المهرمون الرينين فالبرامر هيبرتنش اللي هو 90% يعني كل ميت واحد عنده ضغط 90 منه معلوش سبب وفيه 10% بيبقى ليه سبب اللي هو امراض الكلا والغدد والحاجات دي كلها هي طبعا في السن الصغير بنتوقع اكتر السبب انه ليه يكون ليه سبب يعني طبعا طالما هي 30 سنة يبقى لازم تدور كويس قوي عن سبب للضغط هنشخص يعنشوف الغدد هنشوف الكلا هنشوف وجود في شيران الكلا وجود التهابات في الكلا امراض كسل غدة درقية نشاط غدة درقية يعني هنحاق ندور على سبب ملقناش سبب وده مرد وارد هنتعامل بقى برضو بنفس الروز بتاعتنا هنحدد درقته وهنحدد بعد كده العلاج المناسب ليه عظيم يعني حاجة برتول برضو ان في حالات كتير ملهاش فعلا سبب الغلبين يعني ممكن وغالبا كمان وغالبا كده يعني برضو المريض بيسأل انا ليه عندي ضغط يعني ده سؤال الشيعة طبعا دكتور ضغط ده جالي من ايه هل مثلا الزعر يعني طبعا دي كلها عوامل بتساعد لكن عادة الديوباثيك هايبرتنشن هو الضغط عاديم السبب هو المسبب الرئيسي لأمراض الضغط سؤال تاني بيقول انا امي ضغطها عائلي وبابا كمان هل انا من الاشخاص العرضة لارتفاع ضغط الدم وهل ارتفاع ضغط الدم مرض وراثي هو تلمت وراسي يعني جينات بتورس الضغط يعني ممكن يكون عائلي فاميليا فيه فرق بين وراسي وعائلي زي مثلا مرض السكر ده مرض عائلي يعني اللي ابوه وامه عندهم سكر معرض اكتر يجي له سكر من غيره نفس الكلام ينطبق على الضغط الوالد والوالدة عندهم ضغط هو معرض اكتر فيه بعض النظريات بتقول ان فيه جينات امراض معينة بيكون الضغط ليه الجينات مصاحبة ليه بتورس مرض الضغط لكن برضي حاجات نادرة جدا فهو مش مرض وراسي في المقام الاول لكن هو فاميليا اللي هو طبعا طالما الوالد والوالدة عندهم هو معرض اكتر انه يجي له ضغط سؤال اخر بيكلم عن يمكن اللايف ستايل اكتر يا دكتور او الحياة اليومية بيقول كده حد مشكلته ان هو شغله من سبعة صبح لسبعة بالفترة طويلة جدا اثناء اليوم وبعاني من عدم انتظام في العلاج فهل يرتبط ارتفاع الضغط بنمط الحياة او العمل بتاعي؟ هو طبعا ربنا اوي طبعا بيشغل 12 ساعة طبعا ربنا اوي وساعده اكيد طبعا الوجود طبعا الارهاق والتوتر اكيد برضو فيه سترس في العمل ده كله بيساعد ارتفاع ضغط الدم هو لازم ينظم حياته شوية وينتظم على العلاج اللايف ستايل طبعا ده حاجة مهمة جدا يعني في كل مراحل الضغط سواء بريايبرتنشن او درجة اولى او درجة تانية اللايف ستايل ده هو نمرة واحد واثنين وثلاثة لدرجة انه ممكن لو انا زبطت شوية نمط الحياة بتاعي الضغط يخف من غير تدخل دوائي يعني في بعض المواقف مثلا لو واحد مثلا ما عندوش عوامل خطورة ما عندوش تأثيرات للضغط على اعضاء جسمه اللي هنتكلم عليها برضو بعد كده مجرد ان انا اقول له زبط اللايف ستايل بتاعك شهر او شهرين ماشي مستعجل ان انا اعالجه فهو طبعا يعني يحاول ان هو يغير شوية نمط حياته ياخد قسط اكتر من الراحة طبعا لو بيدخني بطل التدخين لو عنده سمن يقلل وزنه لو ما بينامش كويس ينام كويس لو لايف ستايل زبطه خلاص يبقى طبعا كويس او من غير ادوية لو محتاج حنتدخل برضو بعض العقاقير سؤال ايضا بيقول عن شخص طبعا العشاب الطبيعية او الكاركاديلي ممكن حاجة ذكرتها كده في اول كلامنا انا يعني بيجي لي ضغط عالي او بيرتفع الضغط بشرب الكاركاديلي البارد وده بيعتبر علاج هل ده فعلا كلام صح ولا وبرضو بعض المشروبات ممكن تساعد لكن مفيش برضو احنا زي ما قلنا قبل كده برضو احنا في الطب بنعتمد على الطب اللي هو ذو مصدقية علمية بالضبط مرجعية علمية الكاركاديه ممكن يكون بيدر البول بينزل الضغط لكن برضو يا جماعة احنا مش عايزين نعتمد على المواضيع دي لان المشكلة في الحاجات دي بتخلي الناس تتغاضى ان هي تتعالج يعني يقول له انا مش هاخد دوا ضغطي بيجيني مثلا مريض في العيادة مثلا او في اي مكان دغطو عالي جدا اتفاضل هيخد الدوا ده بيرفض ياخد الدوا على اساس ان هو يروح يشرب كاركاديه دي بتدي له يعني انتباع كاذب ان هو هيتعالج بالكاركاديه ممكن يكون الحاجات دي مساعدة لكن ارجو ان احنا ما نعتمدش عليها في علاج الدخط يشوف مخرج من العلاج يشوف مخرج بسطط مش عايز يتعالج بس ياخد عدوية فده مخرج بسطط يعني يساعده ممكن مع الدوا يشرب حاجات كاركاديه لكن يعني او حاجات دافية من الشرط او حاجات مشروبات الهدية السقنة لكن ارجو ان ما يكونش ده اعتقاد لدى البعض ان هو ده العلاج ودي برضو نقطة عايزين نصححها من خلال البرنامج الهام ده ان احنا ما نعتمدش على الحاجات دي في علاج الضغط وجود ارتفاع ضغط الدم متشخص بصورة دقيقة يبقى لازم ده وضغط شكرا طيب هنا برضو سؤال يمكن عن شخص بقاله بفترة طويلة وخايف من المضاعفات السؤال بيقول انا بعاني من الضغط العالي منذ عشرين سنة وعايز اعرف ما هي من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم ويمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم ازاي سؤال مهم جدا لان ممكن الضغط العالي ييجي في صورة مضاعفات يعني المريض بيكونش عارف انه عنده ضغط ويروح يكشف ليه عنده مضاعفات وهو عنده ضغط فالعرض الاول يكون حدوث المضاعفات الضغط بيصيب اربع اماكن رئيسية في الجسم القلب والمخ والكلة والعين لازم اي مريض ضغط عشان اقيمه صح اقيم الاربع اماكن دول وافحصهم بشكل دقيق جدا الضغط بيأثر على عضلة القلب بيبتدي ضخمها عضلة القلب دي لها سمك معين لما القلب بيدخ الدم تحت مجهود او تحت ضغط عالي العضلة بتدخن زي الرياضي اللي بيشيل حديد وبيعمل تمرين عضلة بتكبر هكذا القلب مجرد وجود الحاجة اسمها افتر لود يعني مجرد ارتفاع في الضغط الدم بيشكل عب على القلب بالعضلة بتتضخم تفضل تتضخم تتضخم وبعد كده تتسع بعد كده تضعف يعني اخرت التضخم ده بيبقى ضعف فبيأثر على عضلة القلب بيأثر على شرائين القلب الضغط في حد ذاته بيعمل ترصب بيزود ترصب الدهون داخل الشرائين التاجية بيعمل امراض الشرائين التاجية السبب الرئيسي والمسبب الرئيسي لأمراض الشرائين التاجية هو ارتفاع ضغط الدم فالضغط والسكر هم العاملين الرئيسيين لأمراض الشرائين التاجية طبعا أمراض الشرائين هي بقى من قصور زبحة جلطة فطبعا دي طبعا المسبب لها الضغط بيعمل شوية اضطراف في نبضات القلب بيعمل مشاكل زي ما قلنا في العضلة والشرائين المخ بيعمل مشاكل في شرائين المخ سكتات الدماغية 53% منها السببب الرئيسي بتاعها هو ارتفاع ضغط الدم بيأثر على شرين العين بيعمل طبعا ارتشحات فقاء العين بيأثر على الكلة بيعمل مشاكل قصور في الكلة فلازم يفحص الكلة القلب العين المخ وطبعا الحاجات دي مهمة جدا دي برضو بتحدد أولوية العلاج فدي مضعفات الضغط على الأماكن دي الرئيسية فيعني لو جاوبنا على السؤال ده نقول مضعفاته كتيرة مضعفاته كتيرة بس برضو نرجع ونقول تذبيته ما يعملش كل الكلام ده زي ما قلنا الحاجة بسيطة علاجها سهل أرسي هاخده أو أرسين هتجنب كل المشاكل دي يعني ليه بس حاجة السؤال ده لأن يمكن السؤال بتاعنا عن شخصية أو شخص عنده بالو عشرين سنة عايش مع مرض الضغط فبتالي هو برضو مش مفروض يخاف من المضعفات لو هو ماشي باتزان ما عندهش مشاكل في الضغط أكيد أكيد هو هيزبط ضغطه خلاص هيبقى نورمال هتجنب كل المشاكل دي غير لو ابتدى هو يعاني من شوية الحاجات القصول التي قلت عليها سواء في المخ أو في العين أو في القلب أو في الكلام يعني أنا دلوقتي عندي مجموعة عوامل مثلا هي ريسك فاكتورز وعليها الضغط والسكر والدهون والتدخين أنا بحاول أتجنب كل العوامل دي الضغط زبطه سهل أرسة أو أرسين في اليوم هيقليل جدا الريسك فاكتورز المؤثرة على الشرايين وعلى القلب وعلى المخ وعلى الكلام يعني لو اتتخيل حضرتك أن السبب الرئيسي لأمراض الفشل الكلوي هو الضغط والسكر يعني شوف حالك كم واحد في مصر عنده فشل الكلوي السبب الرئيسي للفشل الكلوي هو الضغط والسكر تأثير الضغط على الكلام برضو سيء بيبتدي يعمل حاجة اسمها زلال دقيق في البول بعد كده تتسرب للزلال بعد كده الكريتنيني على اليورية فتبص لحاك المريض داخل في المضعفات طب ليه ما أنا أزبط ضغطي وتجنب كل المضعفات دي أسئلة كتير عن مرض الضغط أو ارتفاع ضغط الدم والحياء هنقشها ولست مكملين مع دكتور أمير خلينا نروح لفاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا ونقشتنا مشاهدين أرجع لكم المرة تانية ومكملين حقيقة حلقتنا المميزة جدا عن الأسئلة حول ارتفاع ضغط الدم أو مرض الضغط بشكل عام شرفنا جدا في الحضور أستاذ دكتور أمير شاوي أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب القومي ودكتوراه واستشاري أمراض القلب والأوعية الدموية وعضو الجمعية الأوروبية والأمريكية لأمراض القلب أنا بحاجة تانية دكتور شرفنا جدا الحالة النهاردة وأنا حقيقة فرحان جدا بحالة النهاردة لأن هي أسئلة حقيقة يعني يمكن نقلنها أو واخدنها كده من الموقع بتاعنا أو صفحتنا على الفيسبوك برنامج صحيتك بالعربي حتى نشجع كل الناس بتفرجوا علينا النهاردة عندهم أي أسئلة احنا بنحاول نقشها مع ضيوفنا وأسات زيتنا اللي بيشرفونا شكرا دكتور أمير يمكن نقشنا أسئلة كتير عن مرض الضغط أسبابك من خلال أسئلة الناس برضو نكملين في أسئلة الناس وأيضا عن ضغط الدم اللي بقاله فترة طويلة ده خلينا نقول كده في سؤال بيقول أنا بياخد علاج الضغط المرتفع من عشر سنين بقاله عشر سنين بياخد علاج بالضغط ودائما تعبان وصداع مستمر هل هناك طريقة أو طرق حديثة لعلاج الضغط الدم المرتفع نقطة مهمة مش عايزين نربط برضو الصداع بالضغط يعني في ناس برضو تفتكر مجرد أنه عنده صداع يبقى عنده ضغط لأنه ممكن الصداع يكون ضغط واطي يعني الضغط الواطي برضو يعمل صداع ممكن مشاكل في الرقابة ممكن مشاكل في العين ممكن مشاكل الجيوب الأنفية فبرضو دي نقطة مهمة مش عايزين نربط الصداع بالضغط بقاله عشر سنين بيعاني بالضغط أرجو أن يكون طبعا ضغط ومتزبط هل فيه حاجات حديثة برضو الضغط الرولز بتاعتنا لايف ستايل وأدوية فيه أدوية حديثة طبعا لكن نفس السيستم اللي هو طبعا لايف ستايل ده مهم جدا ممكن لوحده ينزل الضغط حوالي مثلا 50% وبعدها الأدوية والمهم طبعا في الاختيار الدواء وبرضو زي ما قلنا في حلقات قبل كده إن دواء الضغط بيبقى تيلورد بيتفصل على المريض لذلك أنا مريض الضغط لازم أشوف كويس الأمراض المصاحبة للضغط هل هو عنده ضغط وسكر ولا ضغط حساسية صد ولا ضغطه كلا ولا ضغطه قلب ولا ضغطه عين ولا ضغطه ومشاكل في العضلة فالدواء بيتفصل المريض ومهارة الطبيب إنه هو يختار للمريض الدواء المناسب ليه يجوز برضو اللي هو ما وصلش برضو للدواء المناسب ليه ممكن يكون دواء أو اتنين يمكن يمحتاج أدوية تانية ممكن يحتاج يعني كذا نوع من الأدوية في مرضى بيتزبطوا على دواء واحد في مرضى على نوعين في مرضى على ثلاثة في ناس تاخد أربع أدوية ضغط المهم الضغط بتاعه يبقى جود كنترول يعني ويهل كنترول يعني حاجة شوفت من الصداع ده حاجة من الحاجات اللي ممكن تبقين بتشير إنه ممكن العلاج ميبقاش مظبوط مية في المية ممكن يكون محتاج يراجع الدواء بتاعه وياخد الحاجة المناسبة لحالة الضغط بتاعته السؤال الآخر بيقول أنا ضغطي أوقات عالي وأوقات واطي فمتى أتناول الدواء الضغط هل المفروض أتناوله بشكل مستمر حتى لو عالي أو واطي برضو ممكن يكون يعني ده برضو حاجة خطأ في التشخيص ممكن ما يكون شوء عالي وواطي وممكن يكون مثلا بيعلى وبيرجع على طبيعته لكن ممكن يكون برضو القريات نفسها مش مظبوطة أنه مرة عالي ومرة واطي دي حاجة صعبة شوية فهو لازم برضو يتقاس بصورة صحيحة ممكن يكون طبعا في حاجة يسميها لابايا الهايبرتينش إنه هو الضغط العرضي اللي هو برضو مع شوية انفعلات سترس ضغطي بيها لو بيرجع على طبيعته فلازم الضغط يتقاس بصورة مظبوطة وفيه طبعا دلوقتي برضو ده يعني خلينا نتكلم عن حاجة برضو جديدة مهمة عايزين برضو أن نعرف السادة المشاهدين بيها اللي هو Ambulatory Blood Pressure Monitor إنه فيه أجهزة ديهاس ضغط حديثة المريض بيأخدها البيت بيروح بيها والأجهزة دي بتسجل الضغط على مدار 24 ساعة ووجد إن الإيريات الضغط المصاحبة للمريض في منزله أقل بكتير من الإيريات اللي المريض بيقسها أثناء الكشف في العيادة أو المستشفى لأن طبعا تواجد المريض في المكان ده بيدي نوع من الأنواع التوتر أو السرس أثناء إياس الضغط اللي يبني نسميه White Coat Hypertension إنه ضغط البلط الأبيض لما بيشوف الدكتور قدام دكتور قدام وفينا سهيرة على فكرة ضغطها بيباع علي أثناء الكشف ويروح بيته ضغطه بيباع أفضل بكتير يمكن نورمل أو أقال كتير فممكن يكون برضو هو محتاج يستعمل نوع من الأجهزة دي يشوف برضو الضغط الطبيعي اللي حلقته كان ممكن يكون يعني إياس الضغط في العيادة بمبالغ فيه شوية لكن هو برضو محتاج يشخص الضغط بطريقة دقيقة برضو يمكن عن صداع النصفي أو صداع بشكل عام مسئلة حقيقة كتير جاي لنا في موضوع الصداع ده عندي 48 سنة بشتكي من صداع في منتصف الرأس والدكتور قال لي عندك ضغط عالي وأحيانا بيحصل لي نزيف من منخيري هل النزيف ده مرتبط بالضغط العالي؟ هو طبعا أحد أسباب نزيف الأنف ارتفاع ضغط الدم لأن الضغط طبعا لما يبقى عالي شعارات الدموية اللي موجودة سواء الأنف أو غير الأنف بيحصل نوع من أنواع طبعا الشعارات دي بتتحطم وينزل الدم من الأنف أي مريض طبعا عنده نزيف الأنف أول حاجة بيزبط ضغطه فواضح أنه لو وصل المرحلة أنه بينزف من الأنف أكيد ضغطه عالي وفيه طبعا عدم برضو اهتمام بموضوع الضغط فلازم يهتموا يقص الضغط وبرضو الصداع ممكن يكون متضغطة من حاجات تانية لكن وجود نزيف من الأنف أول حاجة ضغط الدم طبعا اسمعيش يعني برضو أستاذ من حاجة تشرح لنا شكل النزيف لأن كثير ناس حتى يمكن فصل الشتة ممكن يكون في بعض النقاط يعني أو زي دروبليتس كده بسيطة من الدم هل دم عناها أنه مفعلا ممكن يكون لا مش بالضرورة وممكن يكون مخاط مصاحب بعض الدم وده بتبقى أكتر التعبات جيوب أنفية وإحتقان في الجيوب الأنفية والأنف وده الغالب الضغط بيبقى أش كده بيبقى نزيف يعني دم متواصل لا طبعا يعني مش بالضرورة مش أي نقط الدم بتنزل لا لا مش أي نقط الدم لا بيبقى حاجة طبعا قوية وسريعة ومش كنترود مش قادر توقفها غير طبعا شوية إفرازات من الأنف بتنزل تكون وصحبة بعض القطرات الدم دي حاجة مش مرضية يعني مشكرك لأن برضو لساعات المريض بقاش عارف أو لو الشخص يمكن ما عندوش خلفية قوي يقولك لو عندي نقطة يبقى فعلا ممكن يبقى عندي ضغط فبس نبقى قادرين نفسر لا لا يعني تختلف وطبعا ما فيش معنى عيسة ضغط في كل الأحوال يعني سؤال الثاني بيكلم عن أنا مريضة كلا وبعاني من ضغط العالي إزاي أحافظ على ضغطي وما يحصل ليش مضاعفات زي ما قلنا قبل كده أن أمراض الكلا أو الكلا من أحد الأسباب الهمة في الضغط الدم السنوي اللي هو ليه سبب اللي هو يشكل حوالي 10% فطبعا مهم جدا أن هي تعالج مرض الكلا سواء التهبات أو صديد أو حصه وساعات طبعا فيه حاجة برضو مهمة قولها دي شوريان الكلوي الرينال أرترسينوزيس ده برضو من أحد الأسباب الهمة وساعات بيتعمل فيه دعامة بتوسعه وبينزل الضغط بعدها بصورة كبيرة فالكلة من الحاجات المهمة المسببة للضغط السنوي اللي هو ليه سبب اللي هو 10% اللي قلنا عليه فمهم جدا في الحالة دي أن هي تعالج الكلا وده بيكون في حد ذاته ممكن يكون كافي لزبط الضغط سؤال تاني برضو على الصداع سلت الصداع النهاردة واخده حيث كبير بيقول كده ضغطي أحيانا بيوصل ل180 على 110 وبشتيك دايما من الصداع مش بيروح وأخدت علاج لكن مش بيخف الصداع بالشكل المطلوب طبعا 180-110 ده رقم يعني أكيد ابتدى يأثر بقى على المخ يعمل التشحات في المخ فده رقم صعب أو يعني مينفعش أنه يوصل لرقم ده بدون علاج يعني طبعا ممكن يكون ابتدى يعمل حاجة يعني زي فالوباسي أو يعني نوع من أنواع التشحات في المخ لأن ده طبعا رقم جامد أو 180 ده يعني مرحلة صعبة شوالة ده متقدمة جدا و110 برضو ده رقم كبير فأرجو أن هو يتوجه بسرعة لطبيب القلب أو طبيب البطني ويزبط ضغطه بسرعة قبل ما يحصل مضاعفات خطيرة السؤال أيضا عن الضغوط النفسية بقى يا دكتور يعني هل المشاكل والزعل ممكن يسبب الضغط العالي ويؤدي الجلطات؟ هو أكيد طبعا الاسترس بيطلع حاجة اسمها استرس هورمون اللي هي الكورتيزون والأدرينالين والاتنين دول مرتبطين بالضغط فوجود طبعا توتر انفعالات أكيد بتطلع هرمونات بتعلي الضغط برضو بصورة كبيرة فمهم طبعا الهدوء وشوية الراحة النفسية يعني مهم طبعا الزبط الضغط واحدة خايفة على ابنها ابني عنده 30 سنة دايما بيشتكل من الصدع في وسط الرأس برضو من مضوع الصدع هل ده سبب الضغط المرتفع؟ ولا مشكلة ممكن تكون في المخ؟ المفروض يكشف مخ وأعصاب ولا يكشف قلب برضو فكرة الطبيب وامتى روح للطبيب المختص بالشكوى بتاعتي دي من الحاجات المتالي بتلغبط ناس كتير؟ هو يعني طبعا في الاول لازم يقيس الضغط يعني اي كشف عند اي طبيب اياس الضغط والحرارة والنبض ده حاجة في الجنال الاجزامينيشن بتاعت يعني حتى لو راح الدكتور المخ وأعصاب هيقيس له برضو الضغط فهو طبعا مجرد اياس الضغط ده حاجة طبعا في الاول يعني قبل اي تخصص وتشخيص فطبعا في المقام الاول هيقيس الضغط ويشوف لو ضغطه كويس خلاص يتوجه الدكتور المخ وأعصابه ويشوف بقى سبب الصداعية سؤال بيكلم على السمنة ويهي ممكن تكون فيها نوع من انواع الخطورة أو بتسبب خطورة في امراض اخرى انا أعاني من السمنة المفرطة ضغطي دايما مرتفع هل السمنة دايها علاقة بالضغط؟ طبعا السمنة المريض اللي عنده سمنة عنده 3 اضعاف عرضة لحدوث ارتفاع في ضغط الدم السمنة بتأثر طبعا على حساسية الانسولين وممكن تزود السكر وممكن تزود الدهون في الدم ممكن تزود طبعا الضغط وبنقول للمرضى ان مجرد ان هو يخس يعني كل كيلو جرام ضغطه بينزل حقالي 0.8 درجة فدي برضو رقم مهم قوي وممكن مجرد ان يخس بس طبعا خس الناس اللي عندهم سمنة مفرطة لما بيخسوا بأرقام كبيرة الضغط بيروح يعني نشوف مرضى كتير مثلا عندهم وزن مفرق سمنة مفرطة بيخسروا 20-30 كيلو الضغط بيخف لان النزول الوزن من احد طول علاج الضغط فاسمنا طبعا اكيد احد الاسباب المصاحب لارتفاع ضغط الدهون سؤال تاني بيقول انا رحت للدكتور واسل الضغط وقال لي عندك ضغط مرتفع وسكر فهل علاج مرض السكر بيتعارض مع علاج الضغط المرتفع اظن ان السؤال ده هو اكتشف ان عنده ضغط وسوى يمكن كان عنده سكر من الاول ده حاجة هو عارفة ندلع على قد ما نفهم من السؤال فهل علاج مرض السكر بيتعارض مع علاج الضغط هو طبعا السكر والضغط مرتبطين 70% من الناس عندهم سكر عندهم ضغط علاج السكر يعني في بعض الادوية ممكن تعلي شوية لكن يعني ما اعتقدش ان هو ده العلاج هيئزي الضغط يعني فتزبيط السكر والضغط مهمين عشان هما دولت زي ما قلنا اهم حاجتين في عوامل خطورة لامراض الشرعيين وامراض الالت تعارض الادوية من الحاجات برضو اللي بتشغل الناس كتير حاجة يقول لك انا باخد ادوية او باخد حتى المكاملات غذائية عشان بعمل دايت عشان حتى عندي سمنة ضغط فيقول لك طب ده ممكن يتعارض ما يتعارضش الحاجات دي كلها المريض يقدر يعرفها ازاي يعني طبعا عشان هنا بنقول كل حاجة لازت تكون باشراف الطبيب يعني الاجتهاد كتير في بلدنا الحقيقة والناس المصرين بيحبوا كده يعتمدوا على الفهلاوة ساعات بالذات في موضوع الضغط يا دكتور مايكل يعني تبوص تلاقي مثلا واحد راح لقاس الضغط لقى ضغطه عالي يكلم مثلا واحد صاحبه او واحد قريبه يقول له انا عاست الضغط قال لي عالي طب يقول له بقى ده انا باخد دواء ضغط هايل خده ممكن يكون الدواء ده نفع للشخص ده بس ما ينفعش المريض ممكن يكون بيدره يعني فيه ادوية معينة ممكن حد ياخدها تاني عشان كده قولنا موضوع تفصيل الدواء جرعات كمان يا دكتور نفس الدواء بس الجرع مختلفة بالذبط فبالذات موضوع الضغط يعني ما ينفعش الاكتهاد فيه كل مريض لي حالته ليه الوضع بتاعه وليه الدواء المناسب ليه بشكرك طيب سؤال اخر بيكلم بيقول انا بعاني من الضغط المرتفع ودايما بنزف من الانف ليه كل ما الضغط بيرتفع بيحصل نزيف من الانف وهل النزيف ده ممكن يعمل انيميا لحد برضو عايز يستفسر ويفهم اكتر على فكرة الدم اللي ممكن يكون بينزم الانف ليه ايه اسبابه يعني هو برضو زي ما قولنا قبل كده الدخط طبعا احد الاسباب المسبب لانزيف الانف لهو كل يوم بينزل نقطة الدم نقطة يوم ورا يوم بيعمل طبعا انيميا فقدان الدم المزمن حتى لو حاجة بسيطة بيسبب انيميا يعني chronic blood loss ده فقدان الدم التدريجي والبطيء اكيد احد اسباب الانيميا زي مثلا واحد عنده بوسيرة او واحد عنده قرحة في المعدة كل يوم بينزل نقطة الدم فاللونجران بتعمل طبعا سبب يعني ايه احد الاسباب الرئيسية الانيميا هو فقدان الدم المزمن والتدريجي والموضوع سهل ولو قاس الضغط وكان عالي والضغط تزبط اكيد الانزيف هيروع يعني يمكن اسئلة الناس اللي معنا النهاردة غطناها بشكل كبير حابب اقتل ما حاجة بقصة الوقاية والعلاج خاليني اتكلم في الاول عن الوقاية لو حاجة النهاردة بتفرج علينا ما عندهش ضغط بس بما انه شائع جدا وموجود عن الناس كتير ويمكن حاجة وضحت في اول الحلقة انه ممكن يجي بدون اسباب وده بالنسبة عالية جدا هل ممكن نقي نفسنا ولا دي ملهاش وقاية واضحة اكيد ممكن نقي نفسنا اتباع النظام الصحي لو انا معرض للسمنة احاول ان انا وزني مزيتشي احاول اصبط وزني في الوزن المثالي لو انا بدخن اتوقف على التدخين لو انا عندي سترس احاول برضو طبعا اكيد السترس برضو حاجة مهمة وشائعة على قد ما اقدر النوم الموضوع النوم ده برضو مهمة قوي دكتور مايكل ان قلت النوم من احد الاسباب اللي بتعلي الضغط يعني فيه مرض اسمه sleep apnea اللي هو توقف التنفس اثناء النوم الناس دي ما بتنامش كويس يقوم بالليل انه عنده ازمات تنفسية تاني يوم الناس دي اختبعي على ليه بقى الجسم عايز يصحصح انا ما نمتش كويس فعايز اصحصح اصحصح عن طريق ايه ان انا افرز هرمونات فوقني اللي هو الادرنالين فتبص تلاقي حضرتك التاني يوم افرز الادرنالين بيزيد الضغط بيعلى فقلت ساعات على النوم وطبعا اكيد الناس كتيرة ربنا يساعدها في شغلها وبتعرضها طبعا لعب بدني كتير ما بتنامش كتير فده كله بيسبب ارتفاع ضغط دم تاني يوم فانا عايز اقول ان اللايف ستايل دي حاجة مهمة جدا وممكن تزبط الضغط بنسبة كبيرة جدا وممكن تكون سبب ان انا اتجنب حدوث الضغط حتى لو انا عندي عوامل عائلية تاريخ عائلي لكن مجرد زي ما قلنا التدخين يوقف نوم كويس ستريس يئل عدد ساعات اللي راحة تزيد شوية الوزن ينزل دي حاجات مهمة جدا كمان برضو من اسئلة الناس اللي يمكن كنا برضو غطناها بس ايضا فيه كان تفاصيل اكتر عن الناس بتمارس انواع من الرياضة بس برضو مع الرياضة دي يا دكتور ساعات بيعانوا من حاجات تانية او سلبية اخرى زي برضو لسا ارتفاع الضغط الدم موجود وهي دي الحقيقة يمكن كنت بتقولها بشكل عام واللي دايما من خاف منها الناس ما بيفهموهاش صح اما اقول نوم ساعات نوم قدي ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة شكلها ايه عشان كتير يمكن بيسويقوا الفهم او بيتعاملوا برضو بشكل عشوائي فيها فما بتبقاش مزبوطة ما بتعملش النتيجة المرجوة هو انه ممكن نقول من 6 ال8 ساعات يوميا ده كافي الرياضة برضو بنقول لو نص ساعة في الاسبوع ماشي مجرد ماشي لو الماشي العادي 3 مرات في الاسبوع يعني نص ساعة 3 مرات في الاسبوع برضو كافي مش لازم يكون رياضة ان انا بنزل ومسلا بعوم او يعني رياضة عادية الماشي اسهل حاجة فالحاجة ريكماندد اللي هو اقل حاجة ريكماندد اللي هو نص ساعة ماشي 3 مرات في الاسبوع دي أقل حاجة ممكن أعملها طبعا النوم برضو من 6 إلى 8 ساعات كافي وبرضو الصهر الكتير فيه شباب كتير مثلا بيصهروا ويصحوا مثلا الساعة 1 أو 2 ما بيناموش كويس الصهر الكتير ده برضو كل ده بيعمل مشاكل ضغط ده في المصدق بشكرا دكتور نامي الحقيقة انك نغطينا النهاردة معظم الأسئلة اللي جات لنا على صفحتنا مرة تانية بقول صفحتنا في برنامج صحتك بالعربي على الفيسبوك وبرضو بنشجع الناس حتى لو عندهم لسه أسئلة ما تجاوبتش أو ما تغطيتش في حالة النهاردة دكتور أمير الحقيقة يعني بيعيدنا أنه هو هيرد عليها من خلال الصفحة فبشجعكم أنه أنتم ممكن تطرحوا أسئلتكم أو تبعتوها لنا على الصفحة بشكرا جدا دكتور أمير الحقيقة حلقة مفيدة جدا نقوله حقيقة موضوع الأسئلة والناس يلمسوا معانا موضوع الضغط وكمان إيه اللي نقدر نفهمه أكتر عن الضغط نتعالج معه إزاي وزاي ما حاكم كتلنا نهاردة وفي خلال حلقتنا أن بداية من الدنيا في نطاق مسيطر عليه كنترول بناخد الدواء بتاعنا بنعمل الحاجات الصحيحة بالعادات الصحيحة إن شاء الله ربنا يقينا إن شاء الله كله مضاعفات وأستاذ دكتور أمير شاوي وأستاذ الأمراض القلب معهد القلب القومي دكتوراه واستشاري أمراض القلب والعواية الدموية عضو الجمعية الأوروبية والأمريكية لأمراض القلب شرفتني جدا بكتورك معانا مرة تانية النهاردة دكتور أمير وفتنا فعلا في الكثير من هذه الأسئلة اللي يمكن جات لنا مشاهدينا نرجو إن كون نهاردة استمتعتوا بحلقتنا اتجاوب على كتير من أسئلتكم مواضيع مفيدة كثيرة قادمة مع برنامجكم صحتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة